السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هاركم بروكه واشركم بروكه عرفة مباركه وعيد سعيد ان شاء الله ربي يعود علينا بالصحة ولهنا ان شاء الله اليوم كما راكم تشوفوا معايا اخواتي اللي هنا وش عندي عندي خبز الدار تاسميت راكم تشوفوا كيفاراني اللي بيدي يعني يهبطوا يعود يطلع كيلي بونج سبونج بوب كيلي بونج رو هايل هايل يعني طريقة جد جد فعالة فيه مكون سري فقط هو يعني هذا المكون هذا اللي تبقى معي الفيديو ان شاء الله ربك يشوفو اه يخليه يعني حتى ويكون سميت بتاعك مش مليح يخليهولك يفونج يخليهولك خفيف حشيش ويحكم معاك حتى كيبات يبقى هو هو هذا هو ميز خبز الدار تاسميت نبدو على بركات الله كما راكم تشوفوا في الزنغريديون تاعنا واش عندي اللي هنا عندي زوج دو بولت سميت رطب عندي اه كما تشوفوا الهنا نرفضلكم سميت تشوفو سميت رطب عندي سانوج عندي ملح عندي سكر عندي خميرة وعندي ماء سخون هادو الزنغريديون تشوفو للطريقة اللولا يعني لطب اللولا الثانية اللي هنا عندي هذي الزنغريديون كامل نبدو بتاع سميت ومبعد نروحوا لطومات اللي نضيفوها على الاخين السميت وهي اللي ستخلينا الخبز داعنا الشيش خفيف وكيما نقولو طالع يعني هاي اللي حبي يدروخ شين ولا اللي حبي يدروقيق هذيك ترجع لكل واحدة هذا الزنغريديون هادو راح نروح نجي بالقصعة ونجي باش نبدأ في النص اللي اللي تابع لسميت ونعاود لكم نسمي لكم الزنغريديون وانا اللوح في القصعة نتاعي اللي هنا جبت قصعة اللي هنا خبز الدارتا عين اللي هنا ما يحتاج لا بيتخان ولا يحتاج فوي ولا يحتاج باطر كل شيء يدوي اللي هنا لحت السميت ولوحت الملح والسكر والخميرة والسانوج لوحتهم وخلطهم بالماء السخون اللم هم مليح نتحصل على عجينة معيش يابسة كير رخسيس طريق كيما العجينة انتاع الخميرة واللت تع المطلوع يعني كل واحد كفا يسمي في بلاده تكسرت تع المطلوع نعود لكم اللي هنا وانا نخلط فيها الانغريديون تاحا كل زوج دو بول تع سميت الرطب نديرو له مغرف كبيرة تع خميرة نديرو له مغرف صغيرة تع سكر نديرو له الملح حسب الرغبة والسانوج حسب الرغبة نخلطوه من المهم ونحطوها يطلع اللي هنا انا جبت هذا الايناء الصغير واش درت فيه؟ درت فيه كست على تايزيت درت فيه حبة طابت درت فيه زوج مغرف كبار تع لحظة ولا حليب بودرة درت فيه مغرف كبيرة تع مغرف السكر ودرت فيه اللي هنا زبدة زوج مغرف ولا زوج طرف زبدة نخلطوه مليح بهذا الفرشيط اللي راكم تشوفو فيها باقت حتى انت حصلت على بومادة يعني كلش بحرارة الغرفة يقدر في سعيدو نجبتم على جانب قيس ما خدمتنا هذيك لاب بومادة هذيك العجين هذيك تاعي خمرت واعطت لي النتيجة اللي نحب هنا نحكم هذيك لاب بومادة نقسمها الاخترطين ولا ثلاثة كل واحدة ورغبتها ونعجنوها نحاولو ندخلوها في هذيك العجين عجين راكم تشوفو في العجين كيبهره وكيخمر هذي الخمره اللوله نفرق هذك لاب بومادة مع هذيك العجين كل واحدة وشي بغت على دفعة واحدة ولا دفعتين ولا ثلاثة دفعات المهم تتحصل على عجينه طريه كي عجينة الخفاف يعني جارية بزاف كي ما راكم تشوفو عجنتها مليح كي دخلت فيها البوماد بديت نخبط فيها هذه هي الطريقة اللي تخليه يعني لقدما تدير النبولات على قدما نبعد تخليه الكخفيف الداخل حتى هي بعد ما خلط هذي العجينة وقدرت هذي طريقة نخليه على جانب يخمر نروح هنا نشعل الفور التاعي ونسجي الحواج اللي راح نحط فيهم هذي العجينة يعني ما كانش حتى خمسة دقيقة عشر دقيقة يعاودي تخمر الخمره الثانية تشعلت الفور التاعي على اعلى درجه يعني اللي احنا راح نقسم العجينة التاعي الى قسمين قسم اللي هو في الفور تاع التري سيتي يعني بلاتو في الفور تاع التري سيتي وبلاتو راح نديرو في كويزينيار التاعي نتاع القاز لاني عندي زوج بلاتوات صغار او اللي هنا كي ما راكم تشوفوا العجينة التاعي خمرت يعني ما تقدرش تزيد تستنى باش نزيد يعني قسمين نعدلها وندير تكون خمرت الخمره الثالثة انا اللي هنا كي ما راكم تشوفوا ايا العجينة التاعي بلت شوية يدي بالزيت هذي ملاحظة يابنات لازم نديروها باش ما تلسقلكمش العجينة في يدكم تبلتها بالزيت ونحاول نبسط العجينة تاعي اللي حبي ديرها كاري مثل في قلب دائرة كل واحد كيف هي حبي دير العجينة تاعي انا اللي هنا بسطها ورقيقتو انا نحب خبز الدار الرقيق ما نحبش خبز الدار الخشيب المهم اللي هنا ارقيقتو مليح كي ما راكم تشوفوا يعني بالمستوى اللي نحبه انا وحكمت حبه طعبيض ضفت لها مغرفة زبدة ذايبة ودهنت البلاتوات التاعي بين زوج ودريت عليهم شوية سانوج كي ما راكم تشوفوا الطريقة يعني بلاتوات التاعي في زوج قيس ما خدمتهم حطيتهم سويتهم الجينة تاعي سويتها في البلاتوات وقس ما درت بيضان تاعي ودرت السانوج كانوا هما دي جابدوا يخماروا هذ طريقة هذي تحت شكيل وردة ولا تشكيل زهرة هذي طريقة الامهات انتعنا رب يحفظهم منها كامل اللي عنده شمو كامل ربي يحفظها له في هذي العيد ندير انا نحب هذ طريقة ندير ولكن ديما نقول لكم التشكيل والتقديم اختياري كل واحدها تقدم كي ما تحب تشكل كي ما تحب تدير كي ما تحب المهم النتيجة اللي نصله عندها وانا دائما نعطيكم لاباس تاع الشيء وبقى في كل واحدة عندها لمستها كل واحدة وشبغة تضيف لها اللي احنا حبيباتي خبز الدر هذا اللي يحبي يعني يرده حلو كي ما البريوش يزيد له فقط الخبز ويزيد مغرف واحدة متاع البودرة بتاع اللحظة يعني بودرة الحليب احنا بكنا نقولوا لحظة بقات فيا كلمة لحظة فقط والتالي هي بودرة الحليب وانا اصمح عاملة لويا هذي هما الطريقة يعني بسيطة جدا غير مكلفة تحصل على خبز الدار نهار العيد يعني خصوصا للناس اللي نهار العيد يحبوا المشاوي كين يحبها بخبز الدار وكين يحبها بمطلوع يعني احسن من الخبز داع برا هكا تقل شي ولد كذا كنهار كل شي بيتي اه كون عندك كل يعني كل حواج تاعك بيتية لعنى الخبز تاعي بعد ما طاب اكم تشوفو فيه كيفا حمار هذا واللون اللي نحبو حتى من اللورة هاكم تشوفو فيه كيفا حمار لي يعني جا خبز هايل بكل المقيس دوركا نوريه لكم هكا ونبعد نقصو ونقدمه لكم يعني فيه طبق التقديم كيفا هيجي كيتشوفو هكا هاو كيفا خفيف ندورو من هيها ولحنا ملاحظة ثاني انكم لازم كي خج من الكوشات حطوه على طور شو ولا يعني منديل منتاع المطبخ يكون ناشف باش ما يتندلكمش البلاتوات يعني هيك باش حتى الخبز تاعكم يبقى خفيف لانو اذا يتنده يرجع ثقيل هذا هو اخواتي كي ما راكم تشوفو في الصور النهائية خبز الدار بتاع سميت بابسط طريقة وحلة يعني مناسبة طرف صغار نقدروا نحطوهم مع الحليب ولا تاكلوا بهم الحم ان شاء الله نهار العيد ربي وصلنا لها خير وسلامة فهذا هو خبز الدار سهل بسيط سريع غير مكلف وناجح من اول تجربة يعني جربوه ان شاء الله وعينكم غمضين حتى اللي تقول ما عنديش بيتخا ولا ما عنديش واش نعجن اختي ولا بنتي حاوكي طريقة بسيطة جدا تحصلي على خبز الدار يعني هايل 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 البنا ما نقول لكم شو جربوه وضوقو وردولي ان شاء الله فليكم واتن والسلام وخيتام ونقول لكم صحة عيدكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة